اشتركوا في القناة النهاردة عنوان الحلقة هيكون الجاهلية ام الاسلام افضل فاحنا النهاردة يا فرح هنتكلم دايما يقولوا الجاهلية هل فعلا كان قبل الاسلام جاهلية ولا ده علشان يعني دمريق للاسلام فخلينا نشوف اول حاجة اللي هما بيقولوا عليها الجاهلية بيتقول ايه تفضل في صورة النساء 24 وطبعا الكلام هيكون على الشاشة والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم الى اخر الآية في تفسير ابن كسير بيقول ان اسباب نزولها ايه خلينا نشوف مع بعض والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي وحرما عليكم الاجنبيات المحصنات وهنا المزوجات الا ما ملكت ايمانكم يعني الا ما ملكتمهن بالسبه فانه يحل لكم وطهن ان استبرقتمهن فان الآية نزلت في ذلك قال الامام احمد حدثنا عبدالرزاق اخبارنا صوفيان وهو السورية عن عثمان البتية عن ابي خليل عن ابي سعيد الخضرية قال اصبنا نساء من سبي اطص ولهن ازواج فكرهنا النقع عليهن ولهن ازواج فسألنا النبي فنزلت هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال فاستحللنا فروجهن يعني ايه الكلام ده يعني راحوا غزوة اسمها غزوة اطص فالصحابة كان عندهم اخلاق الجاهلية فراحوا للرسول قالوا عيب كرهنا النقع عليهن ولهن ازواج الستات ازواجهم عايشين صحابة كانوا في الجاهلية عندهم اخلاق لسه الاخلاق بتاعتهم موجودة وهما موقعهم اللي هم بيقولوا عليها جاهلية جاين باخلاق الجاهلية بيقولوا لعيب يا رسول الله ان احنا نقع على هؤلاء النساء وازواجهم ايه ازواجهم عايشين خلي بالكم ازواجهم لم تقتل عايشين خدوهم من أزواجهم وأزواجهم ما تقتلتش عايشين فقالوا له كرهنا أنقع عليهم ولا هن ده المسلمين السحابة فقال لهم إيه استنوا ورح جايب لهم الآية والمحصنات من النساء إلا مع ملكة عيمانكم فهد الوقت إيه هم أفضل طبعا في الأخلاق في الجهلية أحسن هم الضمير اللي جواهم قال لهم يا مارينة يعني ضميرهم يشتغل إزاي أنا أعمل حاجة في مرات واحد صاحبي بمجرد ما اتخذت سامية حتى ما صاحبه عدوة صاحبي وأنا مسلم وأنا في الجهلية أنا بعرفه وأنا في الجهلية فإزاي أخد مراته ويعني أعمل معها كده بس هم كمان كانوا بيقول إيه هم مش اعتردهم أخد مراته لأن ملك اليمين موجود إنهم متجوزين متجوزين أزواقهم عايشين قالوا له عيب قال لهم طب استنوا وراح جاب لهم الآية وكمان في حاجة مهمة فرحة الكلام ده إيه لكل زمن ومكان يعني وحدش يقول لي كان زبان في ملك يمين كان زبا أي حرب المسلم ده فيه واحدة دكتورة في الأزهر قالت آه سعاد صالح قالت أيوة لما في يوم من الأيام حنقوى وناخد ونقوى على إسرائيل ومش عارف في إيه يا جماعة ده قالتها بصراحة إنه حناخد الستات بتعم طبعا ومالي الستات بالموضوع يعني أي حرب المسلمين هيدخلوا فيها هيعملوا إيه يهجموا على البلد ياخد الستات وجويسهم عايشين ويختصبهم لأن يا فرحة طبعا أي واحدة حتى من غير أديان هل هترضى بالجد الجاي ياخد أطاها وبلدها وخدها من جزها وخدها من جزها هيا هترضى بكده وهتكون مختصبة تبقى اختصابة على طول طب خلينا يا مارينا نشوف في النقطة التانية بتقول إيه الآية 37 في صورة الأحزاب ودي من ضمن الحاجات يا مارينا اللي خلتني أترك الإسلام الأحزاب 37 اللي بتقول واستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زايد منها وطرا زوجناك لكي هنا بقى لا يكون على المؤمنين حرك في أزواج أدعيائهم ازقدوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا طيب دي آية في سورة الأحزاب يا جماعة والآية دي بخصوص زيد لما تجوز زينب والرسول هنجيب لكم من التفسير نفسه الرسول عمل إيه بس المشكلة إن الناس أخلاق الجاهلية أخلاق الجاهلية كانوا يعني بيلوموا على الرسول إن عمل إنه تجوز حليلة ابنه مرات ابنه بالتبني اللي هو مرات ابنه بالتبني حتى 600 من غير التبني أي حاجة واحد من ربيه ياخد مراته ليه طيب بس هو الرسول كان متبني جابه في السوق وقال هذا ابني يارسني وقال هذا قدام كل الناس لغاية لغاية موضوع غاية ما تجوزه جاء عن موضوع زينب والدنيا فركشت يعني ما بقاش إلا هذا ابني ولا حاجة ولا حاجة أنا متبري منه بس خلينا نشوف التفسير بيقول إيه بيقول إيه الطبري طبعا أنا مش هقول أسماء كتير هتبقى محتوطة قدام الشاشة بيقول إن النبي وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زين وكان حريصا جواه عايز يطلقها أن يطلقها زين فيتزوجها هو خدوا بالكم من كلمة حريصا يعني مرات راجل تاني وهو بصص عليها ونفسه يا ماء لو زيدي طلق وحريصا يعني هتبقى في محاولات ثم إن زيد لما أخبره بأنه يريد فرقة طبعا من ضمن الكلام الفارغ لأنه عرف إنه أبو حريص على إنه يطلقها فبيقول كده ثم إن زيد لما أخبره فإنه يريد فرقة ويشكو منها غلزة غلزة قولة وعصيان أمر وأزى باللسان وتعظما بالشرف قال له امسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياه يبقى وبيقول كده في التفسير نفسه وهذا الذي كان يخفي في نفسه بس كان يعني كلام من البؤ كده بيقوله لزم ما يجب من الأمر بالمعروف يعني كلام من البؤ عارفة زي عندنا في مصر اسمها عزمة المراكبية عزمة المراكبية تعالى أشرب شي وهو مش عايز أصلا بزاك تعالى سي خليك يعني أمسك عليك زوجة أمسك عليك برضو الناس تبقى عارفة أن زينب فهمت أن الرسول عايز يعني أعجب بيها طبعا وقالت له أبو كان هنا وقال سبحانه مقلب القلوب طبعا ففتر زيد يقولك فتر زيد عارف أن أبو عايزها بالزبط حتى مش كلامك ده مارينة ده واحد اسمه مقاتل حكى نفسه بيقولك أن الرسول أتى زيدا يوما يطلبه فأبصر زينب قائمة كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قراج يعني بحلوقة عليها أنا عندي برضو يعني بينكم سين كده أنت إزاي تكتب أوصف واحدة ست من أمهات المؤمنين جاميلة بيضاء تخينة راجل بيوصف تخينة هل أنت إزاي توصف واحدة ست كده وأنتو يعني عيب عيب حتى لو حتى لو يعني ليه توصفها النوع طبق اللي فرق معي يا مارينة بس هقول حتى دي في حد ممكن يوصف أمه اللي ولدته لحد تاني في كتاب يقول لأمي شكلها كذا وطويلة وطخينة وبيضة وحلوة حد يقول على أمه كده ليه بيكتبوا الكلام دي على أمهات المؤمنين مقاتل بقى قال إيه مارينة قال لما شاف كده فهويها مكتوبة كده فهويها يعني حبها وهي على زمة راجل تاني يعني تخيل يا مسلم تخيل يا مسلم إن في واحدة ست مش هقول على مراتك في واحدة ست في صاحبك كده قاعد يوصلها كده متجوزة ونفسه إن فلان صاحبك ده يطلق مراته عشان هو يتجوزها إزاي بأي منطق وده بيقوله رسول الله آه بس كمان يحبها بيحبها آه كمان هل الجهلية كان عندهم كده الجهلية ما عندهم شي كده ليه بقى يا مارينة وطلقها الرسول على فكرة طلقها منه بس الجهلية هو أخفى في نفسه ليه يخشى الناس لأن الناس يا مارينة يا جماعة يا مسلمين الناس في الجهلية واللي حواليه كلهم شايفين النعيب إن الراجل يطلق وحدة حليلة ابنه حليلة ابنه يقول إيه لكي لا يكون على المؤمنين يعني عملوها عملوا المؤمنين كمان أزوج أدعاياهم آه يعني أنت كمان تقدر تتجوز إيه مرات ابنك دلوقتي آه مرات ابنك بالتبني بس خلص تبني روح بس يعني لو أنت في الوقت ده اتجوزوا مراتات وولادكو عادي بالتبني آه يعني هنقول التبني روح لكن في حاجة اسمها كفالة آه خدوا الوات ده ربوه جوزوه وجوزوه بعدين بعد كده يا عبدالله يقوله نعم يا بويا يقوله يا عبدالله ممكن حق إيه حق إنه ناخد مراتك لو أنت طلقتها لو طلقها يتجوزها آه أتجوزها آه صعبة مش كده مرينة صعبة قولة خلينا نروح لل عشان معنا نقط كتير تفضل في حديث كده بيقول إيه طبعا الحديث صحيح وهنشوفه على الشاشة دلوقتي بيقول رأيت عند أباية بن كعب رجلا تعزى بعزاء الجهلية وعزاء الجهلية ده جماعي يعني يفتخر بعيلته ونسبه وده ناس كتير بتعمل كده حتى الرسول عملها أنت تفتخر بأبوك أو عيلتك أو كده في ناس كتير بتعمل كده لكن الرسول علمهم حاجة لما يجي يفتخروا بنسبهم وليه يعني هل الرسول ليه ما كانش عايز الناس تفتخر بنسبها وحط الكلام ده تحته كذا خطه وإحنا ممكن بقى نعمله حلقة يعني رأيت عند أباية بن كعب رجلا تعزى بعزاء الجهلية فعضه أبيه ولم يكنه يعني ما قالش بالكينية عضه وانا هقول لك يعني عضه دلوقتي فنظر إليه أصحابه أصحابه بصوا عليه فقال لو كأنكم أنكرتموه قال أبيه لا أهاب أحد في هذا أبدا فإنني سمعت رسول الله يقول من تعزى بعزاء الجهلية فعضوه ولا تكنوه دلوقتي يعني إيه الكلام ده عضه بهن أبيه يعني الهن هو العدو عدو الزكري نعم عدو الزكري فهو بيقول له روح أعدد سوريا يعني لأسفة أعدد الزكري العدو الزكري الأبوك بس بيقولها بالعامية باللغة للناس اللي هي فحش فرح لما هم بصوا إيه لها إيد اللي بيقولوا ده الناس اللي كانوا جايين من الجهلية عباد الأوسان عباد الأوسان استقذروا الكلمة كلمة قال لهم لا أنا بخافش من حد ده الرسول هو ده تعليم الرسول ده هو اللي علمني يعمل كده ولما نروح كمان لحديث تاني بيقول إيه حدثنا محمد بن عمر بن إلى آخر المحدثين عن أبي أن رجل اعتزف أعضه أبي بهن أبيه فقالوا ما كنت فحشا يعني شايفين إن ده فحش فحش قال إن أمرنا بذلك يبقى الإسلام بيعلم إيه؟ إن انت تقدر تشتم بالألفاظ البازيل القذرة الفاحشة بالعورة وعلى فكرة يا جماعة يعني الشعوب العربية كلها لما بيجوا بيشتموا بيشتموا بعورة الأم وعورة الأب والكلام ده تعليم الرسول والرسول لا ينتقى عن الهدى يعني ده تعليم الإله في الإسلام وتعليم رسوله هل أنت متخيل إن ربنا مهما كانت الأسباب إن يعلم الناس إن هما يشتموا بالعورة؟ صح عشان كده الرسول علم علم والمعلم الكبير بتاعهم تعالي يا مارينا نشوف علمهم إيه تاني ونشوف ده في الجاهلية حصل في الجاهلية ولا لا في صحية مسلم في كتاب الرضاع باب رضاع الكبير باب إيه؟ رضاع الكبير يا جماعة مش الصغير إيه؟ جت واحدة عن عائشة الحديث ده عن عائشة في صحية مسلم في كتاب الرضاع عشان ما حدش إيه يتكلم فعيشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبو حزيفة لهو جزء من دخول سالم وهو حليفه ده كان متبنيين يعني فقال النبي ارضعي قالت وكيف أرضعه متضيئة إزاي أرضعه؟ وهو رجل كبير بتستفهم منه آه كيف بتستفهم منه؟ يعني اتصدمت أنا حاسة أنها تصدمت أرضعه إزاي وهو رجل كبير فتبسم رسول الله وقال قد علمت إنه رجل كبير يا ست من أعرف إنه رجل كبير هتردعي يعني هتردعي مش أنت عايزة جوزك يعني الغيرة تروح من قلبه أنت ردعي الودة الراجل ده آه الراجل ده وبيقولك كده في التفسير يبقى هي قد شهده بك آه هي كانت معترفة إيه يا مارينة إنه رجل كبير وفي التفسير بيقول زاد عمره في حديثه وكان قد شهده بدرا ده راجل جندي كويس يعني بيعرف في الكلام ده فضحك رسول الله يا جماعة بصراحة ده اللي عمله الرسول بتقوله إحنا نتسويك زي الرسول مش عارف إيه نمشي زي الرسول هل أنت تقبل يا مسلم على نفسك علشان ولد كان عندك أو عايز تدخله بيتك راجل يعني تدخله بيتك يشتغل يعمل مش عارفة إيه عشان تدخله بيتك مراتك ترضعه علشان أنا هقولك حاجة أكتر من كده هل أي واحدة ممكن ترضع ابنها وهو كبير ابنها هل هي خلفته السؤال لأ طبعا لو سألنا المسلم لأ طبعا إزاي الفكرة دي جات له بعدين هل في جهلية كانت الفكرة دي موجودة رضع رجالة عشان بدليل إن الست استقرابت يعني عكس ده العكس جزي مش هيغيرة علي لو جزها مش هيغيرة عليها لو رضعت الرجل ده يموت فيها المفوض ده غيران كده ده كده كده غيران أول ما يخش عليها بتعملي إيه برضع الرجل الرجل يجي له ارتقتك على طول إزاي بس ما جاله ارتقتك مارين لا معرفش ليه لا خاف هو عشان في حكاية كده حصلت أول كده يتقتل فيها ممكن يتقتل حدش يقدر يعترض على الرسول الرسول الحكاية كانت يبقى في الجهلية بس ما يقدر نقولها دلوقتي الحكاية ما فيش وقت بعدين يعني ممكن نذكرها لما نذكر الحكاية في حاجة تانية أنا بقى نجيب موضوع فضل فضل يا مارين خليني بس عشان الوقت ما فيش وقت كتير احنا بنعرف إن محمد نايم علي مكانه اي والكفار كانوا قاعدين برا ما دخلوش على البيت عشان بناتوا نايمين وهما نايمين ومدخلوش على الناس وهي نايمة كلنا عارفين كده خلينا نشوف الحديث بيقول إيه سؤل النبي عن الزراري من المشركين يا بيتون فيصيبون من نسائهم وزراريهم فقال لهم فهم منهم يعني هما ده طبعا التصحيح قدامكم على الشاشة دول منهم ما الكش دعو مش مشكلة يتقتلوا يتقتلوا يبقى هما كانوا بيهجموا يموتوا الناس فمن الناس اللي بيهجموا عليهم بالليل ويموتوهم النساء والأطفال فسألوه راح ألهم منهم شوش كلا خلينا نشوف الشرح في الدراري السنية بيقول إيه ولما كان المسلمون يحتجون إلى الإغارة على عدوهم ليلا ليفاجئوهم ويحققوا النصر وكان هذا الهجوم في الليل قد يترتب عليه قتل من لا يقتل كالنساء والأولاد أزن النبي في ذلك يبقى المشركين زمان ما كانوش إيه ما كانوش يدخلوا عن ناس وهي نايمة يقتلوها والرسول علم الصحابة إنهم يعملوا كده إنهم يهجموا بالليل والناس اللي هي منش المفروض بتتقتل اللي هما النساء والأطفال قالك هم منهم حتى علي بن أبي طالب لما نايموا مكانه استنوا لما يخرج قالوا لا ما نخش يمكن منخش يشعليه بناته جوه فدلوقتي ما زال السؤال الجاهلية أم الإسلام أفضل يا مسلم وانت بتفكر الأخلاق الجاهلية طبعا بهنا أتبقى أفضل يبقى الحلقة النهاردة يا مسلم فكر كويس وعلى فكرة إحنا مش بنجيب كل حاجة إحنا بنجيب بعض النقاط نعم سيلا اللي بتثبتلك إن الأخلاق قبل الإسلام اللي انتو بتسموها الجاهلية أفضل من الإسلام وألتقي بيكم أنا وفرحة في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر وإلى اللقاء